يوم الخامس لما يسمى عيد العرش اليهودي اقتحامات مكثفة نفذتها جماعات الاستيطانية للمسجد الأقصى وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي أمنت الاقتحامات وانتهاكات المستوطنين التي لا تعد ولا تحصى منذ بداية هذا العيد والذي يستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري مع دخول اليوم الخامس من ما يسمى بعيد العرش التوراتي زادت الاقتحامات زادت الاستفزازات والانتهاكات في داخل المسجد الأقصى المبارك من قبل غلات المتطرفين المئات اقتحموا المسجد الأقصى هذا اليوم واضوا تقوص المضية داخل المسجد الأقصى حتى نفخوا بالبوق داخل المسجد الأقصى والنفخ بالبوق يعني إحلال تاريخ توراتي يهودي على المسجد الأقصى المبارك الانتقال إلى مرحلة الهيمنة اليهودية داخل المسجد الأقصى وهذا أمر خطير جدا الاقتحامات المكثفة والنفخ بالبوق في المنطقة الشرقية وتقديم القرابين النباتية والرقص والغناء والصلوات العلنية التي تصدرت المشهد تسعى جماعات الاستيطانية المتطرفة من خلالها لفرض واقع جديد على المسجد الأقصى في محاولات لتهويده والسيطرة عليه بالكامل يعني الآن يوظفون ويستغلون الأعياد التوراتية وخاصة هذا العيد ما يسمى بعيد الحج إلى جبل المعبد حسب التسمية العبرية أي اقتحامات المسجد الأقصى المبارك ربما سنرى مزيد من الاقتحامات وأيضا إدخال مزيد من قرابين نباتية التي يستعملونها وهي رموز هذا العيد الأمر في المسجد الأقصى تعدى القطوط الحمراء وأظن أنهم الآن أصبح يعني المسجد الأقصى في بؤرة الاستهداف اليهودي مع جماعة الهيكل التي تخطط لتغيير الوضع القائم القانوني والديني والتاريخي والقادم قاتم إذا لم يتم دائما شد الرحال التواجد ورباط المسجد الأقصى وعند حائط البراق الجدار الغربي للأقصى كان المشهد احتشادا ضخما للمستوطنين واستفزازات على أبواب الأقصى وسط انتشارا لقوات الاحتلال بأعداد كبيرة في طرقات البلدة القديمة وعلى أبوابها التي منعت غصول المصلين لانا كامل القدس